أعود بنا طرقين باسمنا الرحمن الرحيم تحليل بي الوحدة الثانية الغلاف المائي هايدروسفير ونواصل شرح مقاطع هذه الوحدة هنا نتناول مصارد تلوث المياه sources of water pollution مصارد تلوث المياه إلى طبيعية وصناعية طبيعية وصناعية أملوسات الطبيعية natural pollutants هي المخلفات العضوية التي تراكمت عبر السنين ثم تم ترسيبها إلى الطبقات المائية توجد كثير من عناصر ثقيلة نتيجة للزوابان وصخور كذلك تراكم الطمي ويصبح الباء الملوث غير صالح للإستخدام الإنساني الملوثات الصناعية industrial pollutants تفريغ المخلفات الصناعية في المياه ينتج عن تلوثها ببعض العناصر الثقيلة مثل الرصاص وزرنيخ والنحاس والزيبق الملوثات النفطية oil pollutants يؤدي تسرب النفط إلى المياه بتكوين طبقة رقيقة تمنع تشبع الماء بالأكسجين ما يؤدي إلى حرمان النباتات والحيوانات المائية من الأكسجين ثم إلى موتها يعني إذا لاحظنا هكذا الماء سطح الماء هكذا وإذا كان هناك زيت أو طبقة زيتية على سطح الماء فكل الأكسجين الذي يريد أن يصل إلى الماء كل الأكسجين الذي يريد أن يصل إلى الماء يمنع لا يمكن أن يصل للكائنات الحية الموجودة في الماء هنا وبعض النباتات وإلى آخره فيؤدي إلى حرمانها من الأكسجين وإلى موتها الملوثات الحرارية thermal pollutant تفريق مياه التبريد من محطات التوليد والمصانع ذات الحرارة العالية في مصادر الماء يؤدي إلى خلل في توازن الماء نقص الأكسجين يعني ينقص الأكسجين ويزيد يسرع في التفاعلات زيادة التفاعلات وقتل الكائنات الحية وهذا نوع من أخطار الملوثات الحرارية وذلك لسبب نقص الأكسجين وزيادة التفاعلات وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع أخرى